كيف دخلت مجال الإخراج للتليفزيون؟ إعلان في تليفزيون بيطرب مساعدين ومساعدات إخراج ومشترتش معاهد فنية من قلب من كل الكليات لدرجة في الامتحان دو كان فيه ناس من الهندسة ومن الطب كنا 1600 تقدمنا من مختلف الكليات وعقد امتحان تحريري ملوش علاقة برضو بالفن إنما كان الترجمة من انجليزي العربي ومن عربي الانجليزي ومعلومات عامة نجحنا 63 من 63 كان فيه 11 بنت أنا كنت واحدة منهم لا هو الأكتر بعد كده عملونا متحان مقابلة يعني مقابلة وفيه أسئلة شفوية وكان من نصيبي إنهم وزعوني على إدارة التمثليات كان اسمها إدارة وقتها إدارة التمثليات زي تقول القدر هو اللي اختار لي بداية التاريخ أول خطبة في مشواري يعني فرحت جدا بس في نفس الوقت ما كانش عندي فكرة عن أي ده أنا متخرجة من كليت الأي ده بقسم تاريخ ومعنديش فكرة عن يعني التاريخ التمثليات وغيره لما ابتديت يعني شوف الستوديو أشوف مفردات وعناصر العمل الفني من كاميرا من إضاءة من منتج من دراما نفسها ابتديت أتفرج على مسرح أتفرج على السينما أكتر وخصوصا أن في الوقت ده برضو واكب مسارح التلفزيون مسرح التلفزيون وكان التلفزيون بيتيح لنا أنه كان يخدنا في عربيات ودينا المسرح دو ووصلنا لبيوتنا يعني وكان وبردو فكرة ابتدى من سنة 63 يجبون خبراء من البي بي سي يعلمونا وفي نفس الوقت بعتونا بعثات للخارج إحنا زينا تقول الرعيل المدلل يعني اللي هو كانوا مهتمين به عشان يبتدوا بداية صح يعني دون دراسة لفن الإخراج خطي هذا المجال بس عملت بقى اللي هو التسقيف الزاتي عارفة طريق مكلسوم إزاي هي قدر تسقف نفسها بنفسها وبتا أنا عملت كده ترجمة نانسي قنقر